أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ولا نقر ولا نعترف بإله سواه ولا نقول لأحد غيره يا الله ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد خير من علمنا وهدانا وأخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا إلى صراط مستقيم بإذن ربنا رب العالمين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته النهاردة بمشيئة الله تبارك وتعالى الأول هنبدأ حلقتنا بحاجة مهمة جدا 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 لكل الناس في كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل وقت المفروض نذكرهم في الأيام اللي احنا فيها دي اليومين دون ايه هي يوم عاشراء يوم العاشر من المحرم اليوم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا قال لنا صوموا بعده يوم أو في رواية قبله يوم وخالفوا سنة اليهود لأنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشراء يوم عاشراء الرسول صلى الله عليه وسلم للعلم العام كان بيصوموا في مكة والأمم السابقة كانت تصوم يوم عاشراء احتفالا أو شكرا أو حمدا لنجاة الله لسيدنا موسى أن نجى الله سيدنا موسى ومن معهم بني إسرائيل وأغرق فرعون وما معه من جند يوم عاشراء له والعشر من المحرم له قداسة وله مكانة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض قيل في الأثر في الأثر يعني إيه يعني في الكتابات التي فيها اجتهادات غير ضرة اجتهادات غير إيه ضرة ضرة يعني إيه لا تحل حراما ولا تحرم حلالا إيه هي الحاجات دي قالوا أن الله تبارك وتعالى خلق سيدنا نوح على الدنيا وجودا يعني ميلاده يوم مولاد سيدنا مين؟ نوح عليه من الله السلام ده في الأنبياء والرسل كان يوم العاشر من المحرم طب في خلق المتاع أو الأشياء التي سخرها الله للإنسان في الدنيا كالشمس والقمر والنجوم قيل أن الله تبارك وتعالى خلق في الخلق الكرسي والعرش في يوم عشراء في العشر من المحرم ومرت الأزمنة لا يعلمها إلا الله خلق الله في الدنيا الشمس والقمر والنجوم في يوم إيه؟ يوم عشراء طيب وبدأ في ميلاد الأنبياء ميلاد سيدنا نوح قيل أنه في يوم العاشر من المحرم طيب نيجي نقول في حاجة تاني غير كده آه في حاجة مهمة ومسبوطة أن الله تبارك وتعالى جعل ميلاد سيدنا إبراهيم الخليل عليهم جميعا من الله السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في يوم العاشر من المحرم وتدرجت الأحداث حتى لا نطيل على حضراتكم إلى أن نصل إلى سيدنا موسى عليه من الله السلام وهي الآية المبينة المثبتة في القرآن الكريم ولكن ناخد منها إيه؟ إن ربنا غرأ فرعون ونجى سيدنا موسى أيوة صحيح لكن إحنا هنيجي نقول حاجة مهمة أوي ليه ربنا قال لسيدنا موسى أوحى ليه أن أسري بعبادي ليلا وفرعون وجنوده قال عليهم فأتبعوهم مشرقين ليه 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 الزمن مش واحد معين المكان واحد وليه فرعون وجنوده ما يعلم أنهم يعني وقفين لسيدنا موسى وقفة إنما في النهاية القادر والمقدر هو الله ومعنا تليفون سازي شام مخرجنا معنا تليفون طيب نرجو الاتصال مرة أخرى إن شاء الله سيدنا موسى عليه من الله السلام ربنا سبحانه وتعالى قال له امشي اخرج بعبادة اللي هم بني إسرائيل ليلا بالليل وقال خبالك بها لأن كل واحد فينا أنا بسمعه الكلام ده لسبب لسبب عظيم جدا أنك لا تعتمد إلا على الله ولا تتوكل إلا على الله واعلم أن جميع العلوم لا تأتيك إلا من الله وإن كانت على لساني أو أفعال من أفعال خلق الله فهي سبب لمراد الله إذا تيقنت كده ووصدت في كده هتبقى دائم المعية مع الله ولا يحزنك شيء في خلق الله أجمعين مش من خلق الله في خلق الله أجمعين ليه لأنني لا أحزن إلا في غضب من الله ولا أفرح فرحا شديدا إلا إذا كان الرضا من الله والرضا من الله أن أشعر بطمأنينة ورضا في خلق الله طيب نيجي بقى سيدنا موسى قال له اخرج بعبادي ليلا وقال له ايه كمان فاضرب لهم طريقا في البحر يا بسا اعمل لهم طريق في البحر يا بس سيدنا موسى خرج بالليل ربنا ألقى النوم على فرعون وجنوده فلما أصبحوا وقد علت الشمس ولذلك ربنا بيقول ايه فأتبعوهم مشرقين يعني بعد الشروق فين بني إسرائيل فين موسى مفيش استدلوا أنهم راحوا نحية الساحل نحية البحر فأتبعوهم طب ليه المدة الزمنية سريعا لأن فرعون جي بجنوده على خيله وعربياته اللي يلا بشدان خيل والكلام ده كله مسرعين وراهم طيب نقف تاني سيد المهند اتصل بينا أهلا بيك يا سيد المهند ألو أيوة ممكن أكلم الشيخ تفضلي يا سيد المهند أنا معاك ياهو الله يخليك يا رب لو سمحت يا شيخ تفضلي أنا عاوز أسأل حضرتك من هم الولدان المخلدون حاضر ويسيسي قالين كمان معلش نعم أصف أنا كان عندي ابن ست سنين اه اتوفى فأنا عايز أعرف بس هما الأطفال بيتحذبوا في القبر حاضر ويترى هما فن دلوقتي حاضر وسؤال بيتم عنشي كمان حاضر فضل سقرات الموت تبقى قبل الوثاب بقد إيه حاضر الله يخليك حاضر الست المهند بتقول مين هما الولدان المخلدون يا ست المهند ربنا يكبر خطرك ويصبرك ويصبر كل من فقد حبيب عندنا الأطفال المخلدون اللي هما الأطفال اللي ماتوا قبل ما يبلغوا الحلم ويجري عليهم القلم يعني ايه الطفل اللي بيبلغوا الحلم يعني وصل لمرحلة الاحتلام والفام اللي هي مرحلة البلوغ لكن دون ذلك يعتبر طفل غير مكلف حتى لو قلنا ده نعلمه الصلاة من 6 سنين ونضربه لتسعة ونعلمه الصيام من تسعة ونضربه في عشرة و 11 ومش عارف ايه يعني ايه تهديد مش تضريب يعني ان باهديله لا 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 انا شوف الضرب المعناوي مش هجيب لك كذا مش هواديك في المكان فلاني مش هخليك تنبسط في كذا مش عارف ايه يعني حاجات زي كده طيب الولدان دون الاطفال الصغيرة هي الاطفال المخلدون اللي شافها حضرة النبي مش اجتهادا ولا رأي من علماء ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لو قناها هتاخد وقت البرنامج كله لرسول الله حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نهايتها بيقول ايه حتى بلغت السماء السابعة مش في الاسراء والمعراك دف رؤيا هو رأاه فوجدت رجل حوله غلمان رأسه اكاد لا اراها من ارتفاعها في السماء يعني لفوق فهؤلاء الاطفال هم الاطفال الذين ماتوا في المهدأ يعني ايه ماتوا ولم يكتب عليهم شيء لم يكلفوا بشيء وهؤلاء هم الاطفال المخلدون وطفلك الصغير من ضمنهم ان شاء الله سكرات الموت ممكن تبقى لحظة وممكن تبقى ايام وشو ده حسب بقى مراضلة اللهم خفف عننا سكرات الموت واجعلها خفيفة عن كل انسان يا رب العالمين انك يا ربنا على كل شيء قدير طب وسانيا ديتك في انت بتشوف الحلم بتحكيه في ساعة وانت شايفه العلماء قالوا فيه مش علماء الدين اللهم المتخصصين قالوا فيه ان الحلم ده مدته الاساسية لا تزيد عن عشر ثواني وانت بتوعب تحكيه في ساعتين فالمراد هنا مراد الله الذي لا يتوكل فيه على زمان ولا يعتمد فيه على مكان انما امره اذا ارادش ان يقول لو كن فيكون معانا كمان الاستاذ محمد مشرفنا نقول قالو السلام عليكم عليكم السلام استاذ محمد كيف الحالة وابوارك الله يخلدين والله مشكلتي اللي انا متزوج نعم تمام وعندي مراتي عاملة مشاكل مع والدتي ووالدي وابحاول انا اصلح بينهم بس هي رفضة عادة صالة ومعاني مشكلة اللي عندي طفل مم مش عارف ان هعمل ايه خلق طلقها وانا حاول تاني وتاني وتاني استاذ محمد محاولتش حد من اهلاها كده تعد معاه ابوها对 اخوتها فين عمها خالها حاولت عمامها مساعدينها رافضين الجوازة دي قبل. لا امها بالعكس كانوا راحبين بالجوازة بس عمامها كان رافضين الجوازة. عشان الاهل كانوا متعرفين في الجوامع يعني. الجواز صلونات فا اهلها امها وامي تعرفوا في الجامع يعني هارفوا بعد في الجامع. اه عن طريق الام والام في الجامع فقالوا دي جوازك حريمه بتاعه. كلام زي كده. اه. انا معاك في الكلام دي. انتو ملكوا ابلي اصلا يا سيد محمد. نعم. انتو اصل الاصل ابلي ولا حاجة? لا سعيدي سعيدة. سعيدة ابلي اه اه. اه اه اه. اه اه. ما معا ما عليش يا اللي حاجات دي معروفة قوي عندنا. اه اه. صحي. فأهم مش اهلها يعني ما معرفضين اللي ازاي يعني. طيب. اه عندك ابن بتقول او بنت? اه عندي ابن اه. طب بص يا محمد. انا هقول لك حاجة يا ابني كاب بيكلم ابنه. انت افضل حاجة الاول. تقول لها احنا هنتحمل حياتنا عشان خاطر ابننا. بس. دي ام. الباها هيحن. مش عشانك. عشان ابنها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يا استاذ محمد. انا عايزك تقول اللي انا هقوله لك ده. اللهم يا جامع الناس الى ميقات يوم القيامة. اجمع بيني وبين زوجتي فلانة. تقول اسمها بالمودة والرحمة والسكينة والطمأنينة. بالمودة والرحمة والسكينة والطمأنينة. ها. اللهم يا جامع الناس الى ميقات يوم القيامة اجمع بيني وبين زوجتي بالمودة والرحمة والسكينة والطمأنينة. بس. تسيب الباقي على الله. ان اراد الله الخير ومراده كله خير. في ان يجمع بينكم جمع. وان اراد الخير. فان ان ان يكون كل منكم في سبيله. فمراده ايضا خير. فانت لا تعلم الغيب. ولا احد يعلم الغيب. فالغيب كله لله. اللهم اكتب لهم الالفة والمحبة يا الله. اه. نرجع تاني ونقول. اني اه. يوم اه. عشرة. لما سيدنا موسى خرج بالليل وفرعون خرج بالنهار. ده عشان تواء السرعة. لو خرجوا فقط واحدة هيجبوهم من ربعوا الطريق ويرجعوا. اما خرج بالليل فوصل الساحل. على ما النهار طلح كان دوك همسيحيو. فن هم على طول جري وراهم ووصلوا. لان دول ماشيين وشايل حاجتهم. دول ماشيين ركبين خلو بيجروا وراهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقوم مش تقابلوا. هم متقابلوش. وحد يقول ده موسى قابل فرعون وغا نزل البعض. لا لا لا. الكلام ده يا جماعة بنسمعه من بعض الناس. عفانا الله اياكم. مش مزبوط. امال ايه. شوف ربنا في الكرآن بيقول ايه. فلما تراء. تراء. مش تلاقة. لا تراء. يعني كل واحد شافت تاني على بعد. قال اصحاب موسى انا لمدركون. تعارفين المسأل البلدي بتاعنا احنا كده اللي بنقول فيه ايه. البحر قدامنا والعدو وورانا الى اين المفر الى ربك يوم ايزن المستقر. سق بالله. فهنا هديك نقطة. يعني اسمح لي يمكن اول مرة حد هيسمعها. هنا سيدنا موسى قال لي قومه ايه. قال لي بني اسرائيل. كلا ان معي يا ربي سيهدين. الله طب ما هو قال لك اخرج. وقال لك اضرب لهم طريقا في البحر يا بسا. يبقى انت عارف ولا مش عارف. عارف. بس اعمل ازاي. يبقى هنا كلمة السر ان سيدنا موسى لا يعلم ماذا يصنع. انت قلتني يا ربي طريق في البحر يا بسا والبحر على اخر اهو. اروح فين فين. اعمل ايه. فلذلك ربنا شوف ربنا بيقول له ايه. فاوحينا الى موسى انضرب بعصاق البحر. فانفلق فكان كل فلق كالطوض العظيم. فراح نازل على طول سيدنا موسى خدوا بالكم. فانفلق يعني بقى جزئين. وبعدين قال كل فلق قد توضي عن الجبل. في الارتفاع والحجم والشكل. وايه كمان. متماسك. لا يعني انبسك منه ماء. حاجة كده جمدة. وايه كمان. اقول لكم. طب قلنا المية لما تتجمد اه ده بقى التالج. لا. المية كأنها زجاج. مش مباردة. مش اللي يعد في وسطها ينشف. لا 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 يتالج يعني. لا. عادي كأنهم عدي بين جبلين. وارض يبسع. فنزل وعدة. فتبعهم فرعون وجنوده. اتبعهم مين فرعون وجنوده. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. فغشيهم من اليم ما غشيهم. بمعنى ايه. التغشي يعني ما بينش منهم حاجة. كلهم في قاع البحر. الا فرعون طفى على الماء بقدرة الله. لان غشيهم يعني دراهم ولا يرى منهم شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. والشمس وضحاها. والنهار اذا جلاه. والقمر اذا تلاه. والنهار اذا جلاه. والليل اذا يغشاها. يعني ايه. ظلمة الليل دارت كل شيء باي. ما فيش حاجة باينا من ظلمة الليل. السماء بالدرية في ظلمة الليل خلاص. يبقى والسماء وما بناه. اما نيجي نقول هنا. غشيهم يعني دراهم خالص. مش باين منهم اي حاجة. فرعون طفى على المية ليه. قال له عشان اليوم ننجيك ببذنك لتكون من لمن خلفك آية. مراد الله ان يبقى ده. وقيل على لسان العلماء المتخصصين. في ذلك ان الجسة اللي هي ممياء رمصيس. الممياء الحقيقية اللي موجودة ان دون جسد فرعون واسمه رمصيس. فهذا هي السقة. او هذا هو الاعتماد. هذا هو الاعتماد على الله. وهذه هي وهذه هي السقة بالله. فنعتمد على الله. ونقول لمن اتصل بنا. ألو؟ يا ستة مرهام. يا ستة مرهام. اي وزي حضرتك. يا اهل وسهلا. مقول لحضرتك عايز اسألك بالنسبة لصلاة الاستخارة. نعم. لما بنت تقدم لها عريس. هو قعد بتاع خمس شهور. وكل ما يعني كل ما صال الاستخارة في مدة الخمس شهور تكلها. اي كانت الاستخارة ماشي ماشي ماشي. وفجأة صلناها مرة واحدة اي انقطعت. فعايز اعرف الشروط. يعني ايه ماشي. ويانكلام اللي حسنت تتنصحه ولا غلط. وبالنسبة. يا ستة مرهام. 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 برضو. يا ستة مرهام. انت سمعانا ولا ايه? طيب السيد مرهام بتقول قعدنا خمس شهور نصال الاستخارة اولا صلاة الاستخارة مرة اتنين ثلاثة على الاكتر ولو جاه الاحساس او الرؤية او المعاملات اختلفت من اول مرة صليت معيتش انا بسألك الصح فين والغلط فين قلتني الصحة هو اجا اسألك تاني الصح فين والغلط فين تقول لي ما انا قلت لك اهو ده انت بتستعيز وبتسأل وبتستشير رب العزة سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي يعلم ما لا يعلمه احد الخلق وكلهم لا يعلمون غيب الغيب كله لله فاحنا بنصال لصلاة الاستخارة عشان نشوف اما رؤية وفي الحالة دي العلماء قالوا ايه اللي يشوف حلم يصال لها تاني حلم يصال لها تاني اتكرر يصال لها تاني اتكرر يبقى هو ده لانه ربما يكون من الشيطان لكن انا عملت استخارة وبعدين وجدت ان الامور ما بقتش كويسة يبقى ده دليل على ان الموضوع ده مش كويس وبينفك عملت استخارة ولقيت الموضوع بيزيد محبة ومودة وقلفة او بيزيد اتفاق او بيزيد نجاح ايا كما الاستخارة مش في الجواز بس اذا هم احدكم بامر بامر ايه مسافر هاخد هشتري هبيع هتجوز هتجوز بنتي هتجوز ابني هعمل كذا هعمل كذا كله بس ما فيش واحد يستخير ربنا اقول لك هستخير اصوم ولا ما صومش استخير اصلي ولا ما صليش استخير اطلع الارشين دولا ولا ما طلع لا من غير استخارة ربنا قال لك طلع صلي صوم زكي فالاستخارة عايزين نقول ان احنا استخرنا الله قضية منتهية طيب نيجي بقى نقول ان اليوم ده صامتوا اليهود بقى لنجاة سيدنا موسى والامم السابقة كانت تصوم وسيدنا النبي في مكة كان يصوم وخدوا بالكو بقى قعد لحد السنة الاثناشر بعد الهجرة بيصوم يوم عشرة وبعدين هو لا ينطق عن الهوى فالامر من الله ان ينبه ما هذا لليهود سنة عندهم سنوها فرح بدا قال لنا ان بقيت للعام القابل لأصومن بعده يوم او قبله يوم فصوموا بعده يوما او قبله ايه يوم وخالفوا سنة اليهود وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الصو احتسبه عند الله ان يكفر به ذنوب سنة ماضية اه قبل ما نتنقل للأسئلة اللي جات لنا على صفحة البرنامج وان شاء الله رب نجعل بنا التواصل دايما ان شاء الله معانا على التليفون مادم ليلى اهلا وسهلا اهلا بك يا يا شيخ محمد يا اهلا بك اهلا بك يا دكتور انا تلوتي ابني متجوز بنت خاله اه وخلعته وهي كرهية هو حاول ان هو يعيش معها رافضت خلعته اه خدت الشقة منه ولعفش وكل حاجة بس اللي بتشرع من تاخدش حاجة ربنا قسمه اللي خلعته دي من تاخدش حاجة ولا هي حضنة لا حضنة خدت منه الشقة ولعفش وكل حاجة اه وخدت منه نص المرتب اه نص المرتب نص مرتب بحكم ولا بود بمحكمة بمحكمة اه بمحكمة نعم وبعدين يا شيخ دلوقتي هو دخله المدرسة السنة دي نتفاجئ ان الولا بيقول انا مليش بابا انا بابا مات الله يسمحها اعمل ايه انا 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 يعني حفيدي وابن البكري انتو بتشوفوه ولا لا ما بتورهوا لناش ما فيش حاجة ما بتورهوا يا ستة الستات تخلع كم مسافر وجهه لكن ما كانوش عايزين يزعلوك بابا موجود حبيبي اهوة بس لكن لنقوله لا ده اصل ده كدبين لا 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 ما نعملش عدوة وفي الولد او في البنت اللي موجودين الاطفال فانيجي نقول لهم بابا كان مسافر وجهه وخلاص على كده ومسافر وجهه احنا مش بنجدب يعني احنا هنا في مثلا في المكان بتاع التلفزيون ده في مدينة الانتاجه في ستة اكتوبر لو رحنا الجيزة احنا سافرنا من اكتوبر للجيزة وخلاص على كده يعني لحل المشكلة لاصلاح ذات البين البين دي مين بين الابن او البنت وابوها تعرف انه عايش وفي نفس الوقت ما تكرهش امها وتبقى عقدة مش عايزين نبصل المسألة على الاولاد مش على الكبار الكبار خلاص عرفوا نفسهم لكن الصغار ده نحافظ عليهم نفسيا وربنا يهديه ويهديها ان شاء الله عندنا الاسئلة اللي بيجينا على الصفحة لكن منتظرين ان شاء الله اتصالاتكم برسائل الاس ام اس اللي هي واحد وتسعين خمسة وتلاتين فيه رقم الرقم الجديد قولولي يا استاذ الشام لو سمحت اه طيب الاس ام اس اللي هي كانت قبل كده واحد وتسعين خمسة وتلاتين اللي هي محفوظة دي ملغية يا جماعة وفيه رقم جديد دلوقتي ارجو التواصل عليه فورا وهو تسعة واحد اتنين تلاتة سبعة تسعة واحد اتنين تلاتة سبعة ده لرسالات الاس ام اس اللي اتصالنا حالا دلوقتي على الشاشة والرقم ان شاء الله ظاهر قدامنا اهو على الشاشة ارجو تسجيله ومعرفته باذن الله ننتقل بعد اذن مخرجنا الجميل للأستاذ الشام الى اسئلة الصفحة اسئلة الصفحة ما شاء الله يعني الحباب كتير برضو وارجو من الله القبول لنا ولهم سريعا كده الاستاذ محمد عبد الحي رشوان السؤال بتاعه ما هو قال الامام محمد عبد لدى تعريفه لعلم التوحيد وهو الامام محمد عبد واختلف في تعريفه لتعريفه 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 وايضا هو في علم التوحيد يا استاذ محمد يا استاذ محمد انت حبيبنا وراجل يعني فقيه علم التوحيد عايز برنامج لوحده يا استاذ محمد علم التوحيد يا استاذ محمد يقتصر على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا في الصلاة والزكاة والصيام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا معنا معنا كمان أسئلة ولكن يعني هستاذ الأستاذ زي شام مخرجنا الجميل أبدأ فيها ولا عندنا فاصل يا استاذ زي شام إن شاء الله هنستكمل الأسئلة مع باقي الأحبة بعد الفاصل فانتزون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته كنا قبل الفاصل بنتكلم على الأسئلة أو بنشوف الأسئلة اللي جات لنا على الاسم اس اللي هي بذكر حضراتكم تاني بالرقم الجديد فيها تسعة واحد اتنين تلاتة سبعة برجاء التواصل المستمر مع الأحبة جميعا معنا على صفحة الأسئلة مدام أحلام عبد السطار بتقول سؤال من فضلك فيه أحد الأصدقاء توفاهم الله وهم الآن في رحمته شفت دلائل جميلة وراحة نفسية عنهم بعد ممتهم ممكن تكون بيان على انتهاء الخساب أو مكانتهم التي هم فيها الآن وهو النعيم لو سمحت ممكن تفسر ذلك جزاك الله عن الجميع كل خير وأطال عمرك بكل خير اللهم أمين وشكر لك الله يا مدام أحلام وكمان بتقول معلش ممكن تدعو لمريضة غالية علي بالشفاء هي أخت جوزي طبعا الأول نقول اللي انت شفتيه بيدل على سرورهم مش نهاية حسابهم دي حاجة وقبل ما نستكمل مع مدام أحلام معنا أم عمر أهلا وسهلا أم عمر سلام عليكم نعم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك أم عربي أم عربي أهلا وسهلا يا فضلت الشيخ أنا ربّت عيالي جزء توفى وانا عندي تلاتين سنة نعم ربّت عيالي أحسن تربية وبعدين ابن الكبير ربّنا اداله من واسع إخواته ليه أخ معوق وليه إخوات تانية لسه على قد حلهم شغلين عنده بس مراته مقرّها فينا وهو بانع مراته وكويس وأنا قاعدة في البيت اللي أنا ربّتهم فيه سكنة فحي قديم بيت كل حشرات وأنا على كرسي متحرك وما بيجيش ميقعد بس سنتين ما بيجيش يشوفني وما بيشوفكيش انتي ما بيشوفكيش انتي ما بيشوفنيش ما بيجيش يشوفني هي محرّجة عليه من مراته وهو أول ما ربّنا ادّاله وأنا تعب ومساحت سلالم وخدمته ده أنتي أمه هو كبير وهو ولا بيراع أخواته ولا بيحب سنة أخواته ولا بيحب سنة أمه مقرّها فينا خالص وأنا بيبقى تعبان عشانه وبتعب وبيجيلي أزماته والنصر قربت شني وهو ما بيشوفه وانتي اتصلت بي يقفل السكة في وشي كمان فدي جزاقها عندي ربنا ايه أفضلك الشيخ أنا دلوقتي عندي جلطة وما بمشيش وهو بيبعث لي قرشي كده حسنة كل شهر شو أعوذ بالله وبيحب الناس الغرب هي بتقربوا من اللي هي بتحبهم وأخواته لأ حتى ندبح وفرق يبعث لي زي زي الناس اللي بيفرق عليها مع الناس الغرب والغاية دلوقتي ما بشوفش أحبادي ومكررهم في طب هو هو شخصيا انتي حسة من نحيته كده هو كان طيب ما عرفش من ساعة ما تجوز الست دي وهو تغير خالص من أول ما تجوزها ولا بعد ما ربنا فتح عليه ما عرفش هو يقولي اللي هيجيب سيرتها هضربه بالجلمة أعوذ بالله طب شوف يا سيدة المعربي اسمعيني كويس قوي أنا مش عايزك تدي عليه لأن كل ما هتدي عليه الدنيا هتتأفل في وشه والآخر هيبقى في جحيم جهنم والعياذ بالله أنا بقولها لك صراحة أنا عايزك بس تدعيله بالهداية وتقولي اللهم هديه في من هديت وتوله في من توليت واصرف عنه شر ما قضيت وبعدين بينك وبين ربنا كده بإنك عايزاه مش رفضاه تقولي مش حزبي الله ونعم الوكيل لا تقولي اللهم أنت حزبي ووكيلي الشيطان من الإنس والجن فصل بيني وبين ولدي فاجمع بيننا يا رب العالمي الشيطان فصل بعد بيني وبين ولدي فاجمع بيننا يا رب العالمي برضى اوعي تغضبي عليه ولا تدعي عليه أنا عارف أن انت زعلانا مش هقولك لا الزعل حاجة والغضب حاجة كل ما هتغضبي بقى عليه كل ما الدنيا هتتقفل في وشه وكل ما عذاب الأخرة مستنيه زبانية جوهنم هتخطفه خطفه كده هو بيموت ده مش داريان وده لو فضل على كده بص الكلمتين دول هيعيش غفلان ويموت ندمان كل واحد مع أمه أبوه عاق يبقى في الدنيا غفلان وعند الموت ندمان وبعدين يوم القيامة اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سبيل ادعيلوا حاجة ادعيلوا فوضي أمرك إلى الله نرجع تاني لأسئلة الاسم اس كنا بنتكلم في سؤال مدام أحلام وأن ده يدل على السعادة مش على نهاية حساب ولكن اللهم سعدنا في الدنيا وفي قبورنا ويوم بعثنا وعند لقائق يا رب العالمين اجعلنا في زمرة المتقين تحت لواء الحمد جميعا في يد نبينا خاطم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين كمان بتقول معلش ادعوا لمريضة اللهم اشفيها وعافها ونجيها مما فيها يا رب العالمين ومرضانا ومرضى المسلمين وجميع المشاهدين والسامعين والمبلغين يا رب العالمين معانا كمان صديقة البرنامج الدكتورة شيماء أنا بقول صديقة البرنامج لأنها على طول تقريبا بتبعت لنا ربنا يبارك فيكي واللي بيبعد سؤال لي أو لأي يعني من السادة العلماء السيادنا الأفاضل كثيرا اللي موجودين في البرنامج الإجابة يا جماعة مش مسألة ان احنا بنجاوب لك انت المشاهد اللي بيسمع السؤال وبيسمع الإجابة بيعرف حاجة مفيدة فالسواب بيرجع ليك يا سائل كمان لانك تسببت في الخير وانتشار الخير يبقى الدكتورة شيماء بتقول سؤالي لحضرتك هل العلم الشرعي واجب فرض على المرأة وان لم وان لم تنتفع به في عمل او غير ذلك الاول العلم الشرعي خذوا بالكواب العلم الشرعي نوعين علم شرعي تخصصي وعلم شرعي عام العلم الشرعي التخصصي في الذين يعملون في مجال الدعوة ودرسوا وتخصصوا ويسألوا عليهم التوفيق والاجابة من عند الله اما العلم الشرعي العام لك للمرأة بقى الاول ان تصلي فرضها بعبادة المين لربها وان تطع زوجها او تصوم شهرها وتطع زوجها تدخل الجنة ربها لو عملت الكلام ده عبدت ربنا وصلت وصامت وطعت زوجها يبقى عيشة في امانة وامنة وطمأنينة ورحمة وسكينة وبالتالي مش هتقبل حرام مش هتجدب مش هتعمل ما يخالف اذا هي على حق وهذا هو الشرع يبقى اسمه العلوم الشرعية اما العلوم الشرعية التخصصية فاكتهادا اي حد عايز يعرفها يعرفها عايز يقرأ في التفسير يقرأ عايز يقرأ في كتب العقيدة او كتب التوحيد او كتب البيان او كتب اي او السيرة او ايا كان في كتاب مثلا ايات احكام الاحكام اقرأ الاحكام الايات اللي في القرآن اللي احكام بتاعيتها والتفسير واقرأ ما يجراش اي حاج لكن ما بقاش متخصص فيها إلا إذا درست وتخصصت وهي الله لي الأمر أن أكون فيها من الذين يسألون وعرفوا أن سؤال العالم في الدنيا برضو في الآخر سؤاله بيختلف لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول له تعالى ده أنت كنت بتقول كذا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الرب أما اللي زي حالتنا يا رب استرها علينا طيب معنا كمان ستة أميرة بتقول سؤالي يا فضيلة الشيخ لو الإنسان بيقول بكل فروض ربنا بيقوم بيقوم مش بيقول بيقوم بكل فروض ربنا والسنن والنوافل ودايما ذاكر لله بس عايز يوصل للنفس المطمئنة بماذا يفعل فماذا يا أستاذة فماذا يفعل فماذا يفعل عشان يوصل للنفس المطمئنة النفس المطمئنة إنك رضي بقضاء الله وقدره وتقوم بعبادة الله فهذه هي النفس المطمئنة اللهم اجعل نفوسنا جميع النفس المطمئنة يا رب العالمين بتقول لي سؤال آخر في مقولة منشورة بين الناس بتقول اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع هل هذا صحيح هذا غير صحيح لأن زي ما بيقولوا اللي بيعوزوا البيت يحرم على الجامع واحد عمل له صحبة وقاعدة وبتاع وحرم بيته والبيت في حاجة في أمس الحاجة للمصروفات أو في الطلبات وهو بياخد الإرشين اللي بيكسبهم بيروح يعمل بهم حاجات غير صحيحة مع الجامع بقى اللي هو قاعد في الشلة زي ما بيقولوا نقولوا لا اللي عايزوا البيت محرم على الشلة دي لكن الجامع لا يحتاج منك إلا أن تذهب إليه عابدا لله شاكرا لله أما فيما عدا ذلك فبيتولاه الله بقلوب مطمئنة وأعمال الصالحين في حد بيسألنا بيقول شروط الزواج العرفي الصحيح شوفوا كلمة عرفي يعني الشيء الذي تعارف عليه في الدين أو بين الناس بين الناس بيبقى بيخص الناس أما تعارف عليه في الدين يبقى على قواعد الدين يعني إيه جواز عرفي مسجل أم مش مسجل أو جواز مسجل لتنين متعارف عليهم الدين بشرط الإجاب والقبول والصداق والولي والشهود والإشهار الكلام ده توفر يبقى الزواج صحيح الجواز ما توفرش فيه الكلام ده يبقى جواز نائس معانا كمان إن شاء الله الأستاذ المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن يخطب الإمام خطبة الجمعة وصلي غيره نعم يجوز يا أستاذ ولا حرك في ذلك معانا أنور مكة والمدينة الحاجة المحمد بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادعينا بسعة الأرزاق سعة الأرزاق أن نستغفر الله جميعا دائما وأبدا معانا كمان الأستاذة كريمة زاكي بتقول السلام عليكم ورحمة الله تحياتي لفريق البرنامج جميعا هل الصدقة تطفق غضب الرب وتقي مسارع السوء وده من زكاة المال طبعا زكاة المال من ضمن الصدقات بس الصدقات المفروضة والذي يفوق عليها طاعة وتقرب لله الصدقة التي تأتي محبة بينك وبين الله معانا كمان الأستاذة ميرفاة ناصر بتقول بقاء الله في أختي ربنا يطول عمرك يا أستاذة معانا كمان الحج رمضان رفاعي الحج رمضان رفاعي بيقول النسيان والسرحان في الصلاة بيبطل الصلاة وما علاجه أولا السرحان والنسيان من شيطان اسمه خنزب عندما ننسى أو نسرح بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك لا يبطل الصلاة ولا ينقص منها وقتنا انتهى يا أستاذ الشام ولا لسه معانا شوي طيب احنا جماعة وقتنا خلص كان معانا العميد ناجيب عبد الجابر والأستاذ سليمان الخطيب والأستاذ سيد هاريدي والأستاذ عمر موسى ليهم أسئلة أنا هجاوبها على الصفحة إن شاء الله وربنا يجمعنا على خير اللهم احفظ مصرنا ووحد صفنا واجمع شملنا واصرف الشر والفتن عنا يا رب العالمين واجعلنا آمنين مؤمنين في ديارنا وبلادنا يا رب العالمين ولا تدخل علينا شرا وقعد هذه الأيام علينا جميعا بكل يمن وخير وبركة واجعلنا فيها من الذاكرين الشاكرين وصلى اللهم وسلم وبرك على سيدنا محمد والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركة ترجمة نانسي قنقر